أعتقد أننا فيغنا عن التذكير بمتانة العلاقة المغربية الموريتانية الضاربة في التاريخ وفي وجدان الشعبين الشقيقين فنحن شعب واحد في بلدين وتلك العلاقة الأخوية الصادقة التي يرفضها التكامل والتآذر وتداعي الجسد الواحد هي قدر بلدينا وهي طموح وأمل شعبين أما بخصوص الاتصال الذي جرى بين قيادة البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد الشيخ الغزواني وتعبير كل منهما عن نية تبادل زيارة فإن تلك الخطوة تأتي للتعبير عن إرادتي كما أسلفت عن تلك الإرادة التي تعيش في ضميري الشعبين من مطلق المسؤولية لإعلان عهد جديد يقطع مع شريط الجفاء التي تولى كبرها الرئيس السابق محمد العبد العزيز وقد تلقى الشعب البريتاني نبأ زيارة جلالة الملك بالفرح والترحيب والتفاول والإمتنان ولا غروب فكما أسلفت تلك السنوات التي مرت من الجفاء لا تعبر إلا عن ما صنعوها لا تعبر عن شعبنا بالتأكيد واعتبر هذه الخطوة خطوة موفقة وستكون رافعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي وتجذير قيم الإخاء وستنعكس حتما بلا شك على سلم وأمن ورفاه المنطقة وهنا لا سعني إلا أن أعبر بكامل عبارات الإمتنان لجلالة الملك محمد السادس لأن هنا كان له سبق المبادرة فهو الذي اتصل وهو الذي أبدأ رغبته في زيارة بلدنا ونشكر له ذلك ونرجو أن تتم تلك الزيارة وأن تكلل بالنجاح وأن تفضي فعلا إلى مزيد من التعاون والتكاثف وأن تفتح آفاق الرحب نحو مستقبل واعد لمغرب عربي كبير لا مجال فيه للنزاعات ولا مجال فيه للخلافات ويحفظ على هذه المنطقة أمنها واستقرارها حيث أنها الآن نحمد الله تعالى أنها هي الاستذناء الوحيد في عالم العربي الإسلامي الذي لا يزال بعابيه ولا يزال يتمتع بفضل الله بأمنه واستقراره اشتركوا في القناة